سباق مع الوقت يخضه الوسطاء من أجل التوصل إلى حل في قطاع غزة مع قرب شهر رمضان المبارك وفوضات تجري في القاهرة بين المصر وقطر وحماس والولايات المتحدة لتوصل الاتفاق تهديئة في ظل غياب الجانب الإسرائيلي لكن مصدراً رسمياً إسرائيلياً أبدأ تفاؤله من التوصل إلى اتفاق هدنة بحلول شهر رمضان فهل سيشهد الأسبوع الأول من رمضان ولادة اتفاق هدنة في القطاع أما القاهرة المستضيفة لهذه الاجتماعات فقد رفعت من جرعة التفاؤل بحادثها عن مؤشرات لتقدم ملموس في مفاوضات التهديئة بقطاع غزة وهي المحادثات التي تشارك فيها مصر وحركة حماس وقطر والولايات المتحدة المصادر أشارت إلى أن المحادثات التي تتواصل اليوم الثاني على التوالي هي بغياب الجانب الإسرائيلي لكنها تشهد حراكاً وضغوطاً من الوسطاء المصريين والقطريين والأمريكيين لتوصل إلى اتفاق ينقذ سكان غزة من كارثة إنسانية قائمة لم يشهدها القطاع من قبل في غضون كل ذلك جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري دعوته لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النر في قطاع غزة وتطبيق اتفاق التهديئة قبل أن يحل الشهر رمضان شكري في تصريحاته شدد على المسئولية الإنسانية والقانونية التي يتحملها مجلس الأمن الدولي لتسهيل وتنصيق ومراقبة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بل وضرورة الضغط على إسرائيل للإمتثال للقانون الدولي من جانبه خرج القيادي في حركة حماس أسامة حمدان خرج ليعلن أن الحركة مرينة في مفاوضات التهديئة لكنه أكد استعداد حماس للدفاع عن الفلسطينيين نؤكد للصهاينة ولشريكهم الولايات المتحدة بأن ما عجزوا عن فرضه في الميدان لن يؤخذ بمكائد السياسة وإن أي مرونة نبديها في التفاوض حرصا على دماء شعبنا يوازيها استعداد كامل للدفاع عن شعبنا سنواصل في رمضان خيرا مما سبق بإذن الله وإن أهلنا في القدس والضفة والداخل المحتل مدعوونا بشد الرحال إلى الأقصى من اليوم الأول وتحويل كل لحظة في رمضان إلى صدام ومواجهة واشتباك مع العدو إذن غياب في القاهرة وحضور في واشنغتون تصديف نائبة الرئيس الأمريكي كامال هارس اليوم عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانس الذي يزور واشنطن في خطوة شكلت تحديا لرئيس الوزراء بنيمي نتنياهو أفادت مصادر أمريكية أن جانس سيلتقي أيضا عددا من كبار المسؤولين بإدارة بايدن هذا الأسبوع من بينهم وزير الخارجية الأمريكي ومستشار الأمن القومي ستتناول المحادثات مسألة وقف مؤقت لإطلاق النار في القطاع والحاجة إلى زيادة كبيرة في تضفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مسؤول في حزب هاليكوت حزب نتنياهو كان قال إن جانس لم يحصل حتى على موافقة من رئيس الوزراء من أجل اجتماعاته هذه في واشنطن في خضم تشهده المفاوضات من تفاؤل أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن جافير موقفه الرافض لهذه المحادثات داعيا حكومة نتنياهو لأن تصدر تعليمات فورية بضرورة وقفها الأخطر من ذلك مطالبته بالانتقال إلى مرحلة أقوى من القتال ضد حركة حماس داخل قطاع غزة اعتبر بن جافير أن انخراط إسرائيل في المفاوضات يضر بجهود إعادة المحتجزين للمزيد من التحديثات حول المواقف والتصريحات أيضا من القدس ينضم إلينا محرر الشؤون الإسرائيلية بسكاينيوز عربية نضال كناعنا من واشنطن ينضم إلينا أنسي صبار من رفح بجنوب قطاع غزة محمود عليان ومن القاهرة سمير عمر أبدأ معك نضال غياب في القاهرة وعدم إعطاء أي إشارات حول صفقة التهديئة المنتظرة ولكن حضور لافت تحديدا من بني جانس في واشنطن كيف نقرأ كل هذه التحركات المتوازية على صعيد الداخل الإسرائيلي أولا ومن ثم على صعيد ما يقال إنها صفقة قادمة مع حماس ربما تكون في الأسبوع الأول من شهر رمضان نعم تسبيح يعني أولا غياب إسرائيل عن ما يجري في القاهرة وفقا لمصادر في المجلس الحربي الإسرائيلي هو بقرار من نتنياهو شخصيا أو محاولة تخريب من نتنياهو شخصيا هذا طبعا يتعلق بكيف نقرأ الأمور لكن المصادر في المجلس الحربي الإسرائيلي تقول بأن الشروط الإسرائيلية الجديدة هي شروط نتنياهو الجديدة وليست شروط إسرائيل وأن نتنياهو اتخذ أو طرح هذه الشروط على الوسطاء بمبادرة منه دون أن يكون لديه أي تخويل من المجلس الحربي وأن يتم بحث هذه القضايا في المجلس الحربي الانتقادات أيضا بأنه كان يمكن التنازل عن هذه الشروط أو على الأقل طرحها على طاولة المفاوضات وليس كشرط لإجراء المفاوضات لكن عموما نتنياهو وبضغوط داخلية وبضغوط خارجية أمريكية أكثر هذه الضغوط هي زيارة جانس إلى البيت الأبيض بدأ يتراجع ربما عن هذه الشروط خاصة بعدما سمعناها من القناة الرابع عشر الإسرائيلية وهي بوك نتنياهو الإعلامي والتي تقول بأن إسرائيل لم تطلب قائمة بالأسماء وإنما فقط أرقام يعني بداية تراجع نتنياهو عن هذه الشروط وبناء عليه يمكن أن نرى قريبا وجود وفد إسرائيلي في القاهرة خاصة وأن الأمور تسير باتجاه اتفاق هناك بعض التنازلات من كلا الطرفين والأهم ربما هناك ضغوط أمريكية لا تحتمل على نتنياهو بالنسبة لنتنياهو استقبال جانس في البيت الأبيض بعدما كان نتنياهو مبعدا عن البيت الأبيض منذ تأسيس هذه الحكومة ولغاية الآن هذه ورقة ضغط كبيرة وهي لغاية الآن على الأقل ليست إلا مؤشر لما سيكون عليه الوضع إن استمر نتنياهو من وجهة النظر الأمريكية بعرقلة هذه المفاوضات إذن في إسرائيل يرون بأن نتنياهو بدأ يتراجع وبالتالي الضغوط تزداد حتى الضغوط الداخلية أيضا تزداد التظاهرات تزداد التسريبات من المجلس الحربي تزداد وكل من له علاقة بالمفاوضات يقول بأنه يجب العودة إلى هذه المفاوضات هذه ما تقوله المصادر المقربة من الوفد الإسرائيلي المفاوض أنس قبل يومين فقط تحدث زعيم حزب إسرائيل بيتنا لبرمان أن حكومة نتنياهو انتهت لابيت يقول القادم حكومة جديدة وبني جانس يستقبل في البيت الأبيض في أي سياق تأتي هذه الزيارة عن ماذا تتحدث واشنغتون وماذا حتى على أجندة الرجل هناك في واشنطن غضب وإحباط متزايد يوما بعد آخر من حكومة نتنياهو والسبب في ذلك هو استمرار هذه الحرب عدم الاستماع إلى إدارة الرئيس جو بايدن وأيضا تجاهل ما قالته هذه الإدارة الحليف الأكبر والأهم لإسرائيل والمزود الأكبر للأسلحة لإسرائيل تجاهلها نتنياهو وبالتالي هناك غضب وإحباط متزايد قابلته هاريس يوم أمس بأن رحبت ببني جانس حتى قبل أن يصل وإن كان ذلك مجازيا بالطلب من إسرائيل بأنه يجب أن تدخل المزيد من المساعدات للفلسطينيين في غزة هذا أولا وبإدخال اتفاق وقف إطلاق نار بشكل فوري حيز التنفيذ تقول إنه قد يستمر لستة أسابيع وبالتالي هذا يوضح طبيعة العلاقة مع أخبار تتحدث عن انقطاع الاتصال بين الحكومة حكومة نتنياهو وإدارة بايدن منذ أسابيع الآن الأمريكيون يفتحون بابا آخر ذكر فقط بأن نتنياهو عندما رد على تصريحات لجو بايدن الذي قال إن الأقصد الثنين الذي مضى سيدخل حيز التنفيذ وقف إطلاق النار قال بأن هناك أعداد كبيرة من الأمريكيين قال إن النسبة تصل إلى 80% مما زالوا يؤيدون إسرائيل هذا الرقم وبرغم كل الهفوات والثغرات في هذا الاستطلاع قابلته واشنطن على ما يبدو قد رأته إدارة بايدن بأنه تدخل في القرار السياسي للولايات المتحدة وسيلة للضغط على إدارة بايدن من خلال الشعب وبذلك تحركت في هذا الاتجاه بأن استدعت خصمه أو على الأقل نظيره في المعارضة شريكه في مجلس الحرب بدون تنسيق مع مايكل هيرزوغ السفير الإسرائيلي هنا في واشنطن وستستقبله في البيت الأبيض كمال هيرس وسيجتمع معه جيك ساليفن ويوم غد سيلتقي بأنتني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي وكل هذا عنوانه فضلا عن الملفات المتكررة هو أفق الحل السياسي أمر يرفضه نيتنياهو ومجموعة المتطرفين في حكومته بل ويرفض حتى هذه الزيارة التي أتت رغما عنه القاهرة أيضا سمير تشهد حراكا مكوكيا على الصعيد السياسي وعلى صعيد زيارات المسؤولين الأمميين لبحث المسألة الإنسانية وربما آليات أخرى لإدخال المساعدات إلى قطع غزة ما الذي كان خلال ساعات هذا اليوم بعد اللقاء ما بين وزير الخارجية المصري سامح شكري والمسؤولة الأممية كذلك يعني هو يوم طويل ومسارات التحرك المصري خلال هذا اليوم كانت تعمل بكامل طاقتها مع قوات الجوية تسقط مساعدات إغاثية في شمال غزة وزير الخارجي المصري يستقبل كبيرة من السيقة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة يستقبل وزيرة الخارجية الهولندية وأيضا يواصل فريق المخابرات العامة المصرية مباحثاته ومفاوضاته مع الوسطاء القطريين والأمريكيين وفد حركة حماس سريعا تسبيح دعينا نشير إلى آخر ما ورد في هذه المسارات الثلاثة وهو ما قاله سامح شكري وزير الخارجية المصري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الهولندية عندما سئد بشكل مباشر عن الخطوات التي تتخذها القاهرة من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة قبل حلول شهر رمضان المبارك سامح شكري كان واضحا وقال إن الإطار الذي تتحرك فيه مصر والجامعة العربية والقمة العربية الإسلامية المشتركة هو كالتالي أولا المطالبة من الوقف الفوري لإطلاق النار وقف فوري ودائب ثانيا التأكيد على أهمية دخول المساعدات بشكل منتظم ومستدام إلى قائمة لقطاع غزة شمالا وجنوبا ثالثا رافض التهجير القصري لأبناء قطاع غزة سواء داخل قطاع غزة أو خارج قطاع غزة رابعا العمل على إنقاذ ومواجهة المأساء الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة من هذا المنطلق يقول سامح شكري إن القاهرة تبدل جهودا مع القطريين من أجل التواصل لهذه الهدنة وأنها تسعى إلى تذليل كل العقبات والتأكيد على أنه الجهود مكثفة خلال هذه الأيام لبلوغ هذه الصفقة وكيف هي الصورة الإنسانية بعموم القطاع بدير البلح بجنوب القطاع برفح كذلك وخان يونس محمود مع استمرار عمليات الإنزال الجوي للمساعدات أخرها ما قامت بها القوات الجوية المصرية كيف هي الصورة في هذه الساعة وإن كان هناك أي تحديثات كذلك على المشهد الميداني العسكري نعم تسابيح هناك عمليات إنزال تتم في مناطق شمال قطاع غزة وهذه العمليات على مدار الأيام الماضية سقطت في مناطق مثل مخيم جباليا وهو أكبر المخيمات الفلسطينية المكتبة بالسكان في مناطق دير البلح وكذلك حتى في مناطق خان يونس ورفح لكن هناك أيضا دعوات فلسطينية لأن تكون هناك معالجة لموضوع إدخال أيضا المساعدات عبر النقاط البرية باعتبار أن هناك أعداد كبيرة جدا بحاجة إلى مزيد من هذه المساعدات وأن الطريقة ربما المتلى مع الإسقاطات الجوية يكون بإدخال هذا العدد الكبير من الشاحنات لكن إنعكاسات ما يجري أيضا يراقبه الفلسطينيون هناك ربما من الغرابة أن نقول بأن نقطة التقاء بين ما تراه إسرائيل وما تراه حماس بهذا الجانب الطرفان يستخدمان سياسة العصى والجزرة هناك في إسرائيل من يتحدث عن ضرورة الوصول إلى هذه التهدئة